لنبدأ يعني دائماً أنت من حافظنا بالترتيب الصوت الأول يكون هو القوي والصوت الثاني هو يكون الضعيف طيب لو جيت على هذه الأصوات وريد أعرف هذه الأصوات شنه نصفاتهم هذا الصوت الثالثي طبعاً فريغاتيب سازة سا فريغاتيب يعني احتكاكي وهو آل فيلر ليش آل فيلر شن السبب ليش قلنا علي آل فيلر طبعاً هذا هو الأول يكون سويترونج ويكون فريغاتيس ويكون لونج قوي وطويل وفريغاتيسس لا بي اهتزاز ما بيه اهتزاز روح لي على الصورة بوع لي على الصورة شوف اللسان يلامس منطقة الالفيلر رج اللسان يلامس منطقة الالفيلر رج هاي المنطقة اللي هي بقرب الأسنان لذلك راح نسمي هذا الصوت الالفيلر ليش سمنا الفيلر لأنه اللسان لامس منطقة الالفيلر رج لذلك سميناه بالالفيلر أنا من بغداد لذلك البغدادي أنت سميناك بغدادي هذا من البصرة لذلك شي سميناه بصراوي هيتش من بغداد من الموصل مصلاوي فهيتش الفيلر لذلك سميناه الفيلر لأنه جائم من منطقة الفيلر هم اثنيناتهم السي والزي لذلك سميناه بالالفيلر حتى إذا نسيته أحفظ الرسم شوف الرسم شلون صاير شوف هذا الرسم ملاحظات جدا أنه راح نستفاد منها من خلال الرسم النقطة الأولى هي النشيد الوطني مالة الفريقاتيب ساونيكس هذه دائما ذكرناها نعيدها أنه الصوت الأول أنه الصفت برت يكون مرتفع لذلك فإن الهواء سوف يخرج من خلال الفم تشوف هاي هنا شلون صايرة هاي مزدودة إذن الهواء راح يجي يطلع من الفم هذا هو اللي صوت اللي إحنا نسمي إحنا الفيلر وهذا هو اللي هو السوز زي 2 ناتوم السوز برت يكون يكون مرتفع لفوق والهواء راح يخرج من خلال الفم نقطة الثانية The tip and blade of the tongue are very close to the alveolar region اللسان ومقدمة اللسان قريبة جدا من alveolar region توني قلتها ولذلك يسمونه هو alveolar هم ليش سموه alveolar؟ ليش سموه alveolar؟ ليش سموه alveolar؟ سموه alveolar؟ لأن اللسان يلامس منطقة alveolar رجب سموه alveolar هذا هو السبب هذا هو السبب طب مهمة جدا نتنحفظ النقطة الثالثة The teeth are very close together الاسنان قريبة من بعض شوف شوف شلون القريبات زين خلينا نجرب وننطق هذه الأصوات خلونا نجرب س ز س ز س ز س ز س ز والله صحيح الاسنان قريبة من بعضها لبعض لو أجابك سؤال وقال لك The teeth is very close to each other الأسنان جدا قريبة من بعضها لبعض واجاب لك اختيارات قال لك س ز ف ذ ف ذ وجاب لك مجموعة من الأصوات تجي أنت تختار الس و الز أو إذا جاب لك الس و حاجة تختار رس س نسيت تجرب أنت حاول تنطق س ز ف ذ ف ذ لا الأسنان بعيدة ف ذ لا الأسنان بعيدة ف ذ س ز س ز لا الأسنان قريبة إذن رح نقول السوي س هي قريبة من بعضها لبعض نقطة أربعة هذا فريكشن لذيس ساوند إز متش غريتر شن يعني غريتة غريتة عظيم غريتة يعني يعني جدا قوي يعني بيهن احتكاك قوي جدا يعني معناها بيهن احتكاك جدا قوي هذه الأصوات لذلك نسميهم س ز نسميهم س ز س ز 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 هذا الرسم مهم، لازم نحفظه، النقاط ظنين نحفظهم، ممكن يجلنا فراغات صح وخطأ، الصوت الأول هو القوي، الصوت الثاني هو الضعيف ملاحظة هنا مهمة، زي لا يتحدث في البداية ملاحظة مهمة جدا، ترى زي ما يجيك بالبداية هو يعني كل ست كلمات باللغة الإنجليزية، كلها ستة أو حدود العشرة أعتقد اللي هنا زينك، زينك أصلا هي كلمة أعتقد مو انجليزية وزون، وزو، زيل، زست، بس ما في غيرها أصلا يعني ست كلمات أعتقد أو عشرة كل اللغة الإنجليزية، إذن مشائع جدا، بينما لأجت على الس، ملايين الكلمات تناطق بس طيب، إذن، إذن، هذه ملاحظة مهمة، ممكن يجينا صح وخطأ، يقول لي جواب غلط، الز ليس شائع في اللغة الإنجليزية في بداية الكلمة، كل هن عشر كلمات باللغة الإنجليزية، يبدن بس والز بس بالز باللغة الإنجليزية، نأتي الي هذه الكلمة، تريدنا تعلم رسمها من صوتي، جيت على كلمة لوسا لوسا احنا عرفنا بأنه ER بالأخير هي شوى هاي المعلومة احنا نعرفها ER بالأخير هي دائما شوى هاي شو إذن عندي ER شوى وهاي لوزا 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 الصوت الآخر عدنا ليسي صوت الأي ليسي طبعا هاي حرف السي اللي فضناه سي لذا كتبناه برسمة صوتية سي طيب اجعل الكلمة اللي وراها بسز بسز ب هاي صوته اللي جاية من البطن والس والز بسز بسز طيب اجعل الكلمة اللي قدامها هاي نهاج س انا عندي ز لوزا لوزا صوت الو الطويل لوزا لوزا ER بالاخير سوناها شوى وصوت الو لوزا 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 هاي الكلمة لوزا لوزا لايزي 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 لوزا لصوت الو لصوت الو الموجود في كلمة نيم وفيت لايزي بينما هاي بزز والب صوت الب ب البداية وصوت هذا الصوت الى جاية من البطن ودبل ز تلفظ ز واخر شي is بزز صارت لكيج نجي على المجموعة الاخرى اجعل هاي الكلمة كاسا كاسا هذا بالبداية لفظ ك لذلك كتبته ك الصوت الاخر اللي هو صوت ال اللي موجود فيه كلمة شوت قصير بعدها عندي صوت الس وبعدها اي ار سويتهم شواء الصوت اللي بعدها كوزا نفس الحالة عندي ك بس بدل الس صار عندي زي كوزا شون اضبطهم اضل الفظ بيهم اكثر من مرتين ثلاثة اربعة اخمسة اعيد باللفظ بيهم واكتبهم اكثر من خمس مرات ست مرات اكتب الكلمة ورسم الصوتي بعدين اختبر نفسي اشوف نفسي الآن لفظ صحل وغلط يعني احط ايدي على الرسم الصوتي اخفي الرسم الصوتي وبدأ اسويلها رسم الصوتي الآن اشوف نفسي الآن خطايت اعيد اعيد الرسم اتعلم فظي هذا الصوت جاي من البطن اللي قدامه ايضا فظي 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 ليت نيم فايت ديت ريس رايسنج طبعا الان جي الف مرة عايدة لمن عندك اي ان جي بالاخير اي ان جي راح تصير اي و انج انج رايسنج 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 الار ان كتبناه صوت الاي والسو الان جي هاي نفسي الحالة بلزر رايسنج 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 طيب نجي هنا على ملاحظة كلش مهم انتبولي عليها زيان في نهاية الكلمة بعد فاول تجعل فاول شورتر انتبهي على هاي الملاحظة صوت الس القوي يجعل صوت العلة ضعيف وصوت الز يجعل صوت العلة طويل لون قرب ما افتهمت اخليه كوي ايايا الان لو اجت على هاي الكلمة هاي الكلمة شبيها بها place place حلو هذا place هذا هذا قوي هذا قوي زين وهذا place صوت الز ضعيف س ز س ز اس قوي والز ضعيف الصوت الاول هو القوي حلو هذا القوي راح يخلي صوت العلة ضعيف place place شوف محتى من تلفظه place place بينما هنا place 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 صوت الس جعل صوت العلة طويل وصوت الز جعل صوت العلة ضعيف طويل 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 إذن الس الس يخلي صوت العلة قصير والز يخلي صوت العلة طويل place 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 إذن هذا بيها طول طويل كوز 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 جعل هالكلمه لوس 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 بينما هاي لوس طبعا هناكو لوس مرحباً يهو الأطول يهو الأطول بصوت الـ E يهو الأطول كلمة نيز لو نيز يهو الأطول هسان أسألك جاوبني انت يهو الأطول السبب ليش صوت الـ Niz الـ E بكلمة نيز أطول شو اللي السبب أريد أعرف ليش لأن صوت الز هو اللي طول الـ E هو اللي طول الـ E خلا طويل لأن الز يطول والـ S يضعف أجعل هالكلمة price 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 بينما هاي price price بها مد طويل price 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 P مثل ما هي الـ R مثل ما هو صوت الـ I وآخر شي س وهنا من عندي الس الصوت قصير شوية أما هنا عندي فشوية يكون أطول price أجعل هالكلمة I مرحل هذا المغام التعالي و في كلمة في كلمة لماذا صوت الإي في كلمة نيس قصير الجواب تكلي at the end of the word سه makes the vowel shorter تات جواب بس هذا هو الجواب إذا عجبت لك سؤال لماذا صوت الإي في كلمة نيس لماذا صوت الإي في كلمة نيس قصير الجواب تقلي because at the end of the word after vowel زه makes it longer إذا عجبت لك بها كلمة بها زه تقلي الزه يخلي صوت العلة طويل إذا عجبت لك سه لماذا في كلمة لماذا صوت الإي في كلمة نيس قصير تقلي لأنه لأنه صوت السي يخلي صوت العلة نفس الحالة أي كلمة بها سهيج نفس الحالة ونفس النظام ألجت على هالكلمة بس هذي باز هس هز هاي كلمة اللفظ هز هاي كلمة هاي سهي هاي كلمة هاي سهي تلفظ زي هاي سهي تلفظ زي ركز لي عليها ترجمة نانسي قنقر ليش صعبة؟ لأنه ما عدم هذا الصوت لأنه ما عدم هذا الصوت فيكون عليهم صعب ف والس يخربطون بيناتهم بين الث والز لأنه ما عدم صوت الث فهو رح يخربط بين الث والز ما رح يقدر بيناتهم ما يعرف يعني إذن إذا جاك سؤال عن لماذا هاي الفرنسية والألمانية صعب عليهم هذا الصوت لأنه لا يوجد فرنسية ث و الث والس لأنه ما عدم هذا الصوت فصعب ينطقونا باللغة الجديدة يعني ما متعودين عليه يعني شي صعب جديد عليهم ما متعودين عليهم هسيحنا مثلا صوت الش عادي لأنه نحن عدنا شا بالعربية الز هم يكون علينا سهل لأنه نحن عدنا زا باللغة العربية الش هم يكون سهل علينا بينما المصريين هم أصلا ما يلفظون صوت الصوت 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 يعني صعب عليهم بعض الأصوات، ليش؟ لأنه ما أعدهم بلغتهم طيب، ناعدنا أيضاً كلمات للرسم الصوتي ولازم نميز بين ثن والسن، تسميه سن ثن، دير بالك لا تخربط بيناتهم سينك، تشوف هاي دائماً قلت لك الإنجي هيش تصير آي أنجي، سينك، ثنك، هاي كلمة، تشوف سينك، سينك، ثنك، طبعاً لو إذا تحب تكتب له ملاحظة أنه الان والكي، لما يجونك سوية بالرسم الصوتي، غالباً هيش يصيرون هيش، الان والكي هيش، سينك، هاي قاعدة ان كي هيش يصيرون بالرسم الصوتي، اكتبه يماك ملاحظة ننتقل الآن إلى كلمات أخرى مهمة برسم الصوتي، أجعل كلمة ماوس، 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 صوت الأو، وإذا ما تعرفت، خربط بيناتهم، فاكتب ملاحظة دائماً حرف الأو، ملاحظة مع كلمة يو، هذا بالرسم الصوتي، لما نجيك، خصوصاً نرسل الكلمة، راح يصير بالرسم الصوتي بهذا الشكل، صوت الأو، أو، ماوس، أو، شوية الحلق يكون بي مفتوح كبير جداً، saying your mouth is just like your mouth is going to be very open, very open, very open. ؟so You have to open your みяхجب ان تفتح your mouth as much as you can, ججب ان تفتح your mouth as much as you can. إججب ما تقدر، إججب ما تقدر،lett،اشغد ما تقدر، شوية الحلق يجب ان تفتح your mouth as much as you can، joo، ماوس، 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 ماوث، ماوث،، ماوث اجعلها الكلمة مص اه 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 مص اه اه مه اه شون ما موجود في كلمة توب توب اه 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 او موجود في كلمة بوكس اه 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 بوكس فاكس اه ماس الاشي فاه هيتش تكون هيتش مطاولة اه هيتش شوي تكون اه مفتوح او لي فوق اه 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 مص اه 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 ا هاي حالة شادة هاي 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 صوت لأن ذكرنا إذا عندك اي وبنهاية الكلمة راح أصير صوت كما في كلمة فايس رايت فيت وإلى آخرين نفس الحالة عدنا بقية الكلمات هاي زو قبل شوية أخذناها زو ز ودبل أو راح أصير أو هاي طويلة زو هاي جواها بريز 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 بي آر وصوت الإي طويل وز أو إي بالأخير ما أكتبها برسم الصوتي لأنها مات اللفظ رايز رايز نفسها تي زنج تي صوت الت وصوت الس راح لها في الز وإي أنجي بالأخير يصير إنك مثل ما أعلم بتكم مثل ما أعلم بتكم نفس الحالة عدنا هاي الكلمة ريز ريز كتبوها وملاحظة يومكم عندهم ملاحظة جداً مهمة ملاحظة أ評 أو أن يو أن يو أن اي أن هذاني كلهن جماعة الان مني جنك بالرسم الصوتي تحط شواء ويمها ان شكو كلمة تجيك يم الان تحط شواء ويمها ان اي كلمة تجيك ويا الان ويا الان تحط شواء قبل الان يعني ها هيج تحسن مثلا هاي الكلمة شوف ريزن شواء وين شوف هاي الكلمة ايضا نفس الحال شوف شواء ويمها ان دائما اي صوت مع الان اي صوت مع الان رح يصير شواء وعلي على هاي الملاحظة دائما اذا عندك حرف ال او وهاي الكلمة منتهية باي بالاخية او بنص الكلمة مثلا نقوم اي كلمة بيها اي كلمة بيها او وبالاخير اي او وبالاخير او وحده ها او وحده ما هو يا حشي او وحده مثلا او او وبالاخير اي او وبالاخير اي صوت الاو رح يصير بالرسم الصوتي هذا صوت الاو بالرسم الصوتي رح يصير ايج يساوي صوت الاو مو او بالحلقة الشبير او بالحلقة الصغير you have to close your mouth your mouth must be very closed must be very closed يعني شوية يكون صغير close close او 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 مثل كلمة هوم هوم مو حاوم لا هوم ذاكي اخو اللي هو ابو الاو كما في كلمة حاوس حاوس بينما هذا او close 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 صوت الاو او close 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 صوت الاو او 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 كما في كلمة close صوت الاو او انا اذاكرها قبل ورجع عيدها او وبالاخير why بالرسم الصوتي راح يصير بهذا الشكل صوت الاو نفس الحالة بقية الكلمات بقية الكلمات ابدا مصعبة هاي الكلمة though though جي اتمنى اللفظ طبعا though breathing breathing اذ هذا صوت اللي هو الستة بمشخطة هي بمشخطة اي ان جداء من الصير بالرسم الصوتي بهذا الشكل هاذن هاذن هاي الكلمة then هاي الكلمة تمنى ذكرناها هاذي ليف ليف هاذي clothing ذ ذ ذ وهذه نايدا نايدا هاذي الكلمة مايزا الام هاي قايلها وارجعنا بقولها اي وبالاخير اي راح يصير بالرسم الصوتي صوت الاي بهذا الشكل اللي هو صوت الاي diphthung الطويل اي اي صوت الاي اللي هو هذا مايزا وموجود مثل كلمة fine and fine nice 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 كما في كلمة fight اي كلمة بها اي بالاخير اي 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 هاي هاي الكلمات نفس الحالة مخف must a myth هاي الكلمة تلافظ myth هذي miss هذي كلمة must هذي الكلمة forth صوت the forth صوت the forth اغلبين احنا ما اخذينهم اصلا يعني اغلبين راح نظل نعيد به نفس ما راح ناخذ اي صوت او في حالة جديدة يعني فشكوا كلمة بالرسم الصوتي اخذناها اريد هاي الجمل يعني صعبة ظلون تحفظون به المناسة صعبة عليكم use that شوية صعبة فانا ما اريد هاي الجمل يعني برأي برأي شخصي انه ما نحتاج نحفظ هذه الجمل حاليا خلينا نسيطر على الكلمات ونضبط امورنا وورما نسيطر على الكلمات هاي الجمل هي راح تيجي او رادي راح تيجي شوية شوية فلا ما راح تصير علينا سهلة هذا كل شي يخص الساء و الزاء شكل شي يخص الساء و الزاء